هل زرعتي شجرة من قبل هندي؟ يعني كنت أزرعي شجيرات عندما كنت صغيرة صارت أشجار ولا لسه؟ لا أدري سأذهب إلى لبنان وأجيبك لحكم وبدوننا سنذهب إلى العراق وأبو مريم في العقد السابع من عمره مع ذلك لا يشغله في هذا العمر إلا زراعة الأشجار ورعايتها في ضحية الحرية شمالية العاصمة ويسمى بأبو الأشجار يعتبرها يتامة وتحتاج إلى رعاية المستمرة ويقوم يوميا بزراعة عشرات الشتلات الجديدة لأنواع مختلفة شعاره نبني شجرة على غرار الذين يتبنون الأيتام إذ يرى أبو مريم أن الأشجار تشبه البشر فمنها ما يحتاج إلى اهتمام ورعاية يقضي ساعات يومه متنقلا بين جنينة وأخرى بواسطة نقل بسيطة فأشجار حي الحرية الضاحية الشمالية لبغداد كلها أبنائه إذ يرفع أبو مريم شعار تبني شجرة فصول السنة بالنسبة إلى العجوز سواءنا يرعى ويزرع ويسقي هذه التبني الشجرة سفتدق جارية أكثر الناس يجور يوم القيامة الفلاحين فأنا حبيت أكون فلاح متجول مجاني أنا وربي أنا وربي فبديت هذا المشروع أزرع وأزقي أزرع وأزقي حتى شبت من عدي شغلات يعني ثمرت وعش عشت بيها طيور الرجل إذن أشهر من نار على علم في منطقته يساعده من تطوع من سكان الحي لا سيما موظف أمانة العاصمة في نفس الوقت هو فعل خير إلي لأنه من المنطقة وهذه منطقة الضوء لازم يساعد يدفين تنفرج أسارير أبو مريم عند كل ناصية أو شارع كيف لا وتعب سنوات من الرعاية قد أثمر فمشت هذه الأشجار بقدرة الرحمن يعني سنتيا أنا أزقي بيها والناس تثني عليها واعتبرتهم جهالي اعتبرتهم أيتام اعتبرتهم طلاب مدرسة يحتاجون علم ومعرفة يحتاجون تغذية يحتاجون فتشي حتى يبنيهم الرجل السبعيني أسوة للأجيال الحديثة فهو مثال حي للتفاني وسفر مفتوح لنسائح مجانية لدعوته للحفاظ على البيئة قيل قديما من يزرع يحصد وحصاد هذا الرجل الماط قناعته بالكلمة الطيبة التي يسمعها من سكان حيه الذين يثنون على عمله في إحياء ثقافة إزرع ولا تقطع شفيق عبد الجبار العربي بغداد يبقى معنا يحيى رحيم صاحب مبادرة تبنى شجرة أهلا بك أبو مريم معنا في صباح جديد إذن في زمن المشاكل المناخية تقوم أنت وتغرس أشجارا حدثنا عن هذه التجربة تكلم نعم تفضل سيد يحيى أحتي تفضل تفضل سيد يحيى نحن نستمع إليك نعم الشجرة السلام عليكم وعليكم السلام الشجرة كالأم كلها خير الشجرة كالأم كلها خير عندما خلق الله آدم وحواء خلقهم شجرة فالشجرة منبع ورئة لهذا الكون وإحنا بحاجة إلى أن ناخذ ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسجين والشجرة بالنسبة للعالم فالشيء هدية من الرحمن حتى تديم الحياة الحياة تستمر إذا أكه أشجار الشجرة هي أم حقيقية للجميع فيها منافع كثيرة فيها ظل فيها طعام فيها الحيوانات تعشعش بيها فيها ظل فيها كذلك أجور من الرحمن لأن الشجرة منظرها جميل أيضا حتى دواء من تجي على المختبرات مو بس جمال يعني ستأي شخص إحنا بلاد ما بين النهرين نعم وصفنا سابقا بلاد ما بين النهرين حتى سموه السوادين من كثرة الأشجار اللي بيها والنخيل وإحنا كنا معنا تذكر يعني إحنا 35 مليون أو أكثر شجرة بالسبعينات أكثر ناس عدنا نخيل بالعالم كله وين هنا صابنا يعني تصحر صابنا جرف مزارع صابنا هذا البناء العشوائي فالشجرة قاعد تتألم فيريد من يحييها يريد من يثبتها يريد يزرعها يأسس مكانها نعم أكو مشاريع بدول عالم يعني مثل الصين عشر أو 15 نفر يسوون بستان خلال 27 سنة خلال 27 سنة تقريبا يعني صير عشرين سنة صير طيب سيد يحيي بستان كامل وتثمر منذ متى بدأت هذه المبادرة منذ متى وأنت تزرع الأشجار وكيف تلقى ردود الفاعل من أبناء الحي الذي تزرع في هذه الأشجار أنا من الثوانينات أزرع من كلنا بالجي لأن لدينا بستان فأزرع به تعلمت زراعة وعشقت الشجرة اعتبرتها أنواع الأشجار أبو مريم ما هي أنواع الأشجار التي تقوم بغرسها كل ما يصير أمامي كل ما يجد أمامي أروح للمشتل إيش أكو أشجار جميلة نعم زهور منذ أشجار الثمرية أشتريها وأزرعها هي المشكلة مو بالزرع والشراء المشكلة بالعناية يعني أي واحد يقدر يسيسر عند أطفال شوف الأطفال اللي يهتمون بهم آباءهم وماءتهم وين يصلون وكذلك الشجرة نعم طيب أبو مريم سألتك عن ردود الفعل ردود فعل أبناء المناطق والشوارع والتي تزرع بها هذه الأشجار يعني هل يساعدونك في الزرع وأنت تكون مثال يحتذى به نعم كلهم كلهم يساعدوني بالله مقابل في بعض الأحيان في بعض الأحيان أكو مثلا عوائل أو محلات صاحة وأبو مريم روح روح نحن سيقيناهن نحن اطيناهن مي هاي فدوعي مو سهل أو أني واحد وقفني قال لي سوى تاني حديقة بسببك قال لي أنا زرع تشجار أبو مريم تعال زرع لي حفرت لك فهي أنا أدت تبني شجرة وما عنده شي مشكلة أنا أجي بالشجرة وأحفرها وازرعها على بس يسقيها ماء نعم يعني هذا مشروع بسيط إلا بي صدقة جارية أنا شأسوي أحاول أشجعها أقول لهذه الشجرة مني إلك صدقة جارة لأمك وأبوك بعد ما يلقى أعز منه وأبوك فيعتني بيها وابتثمر عمل بسيط يعني وعي ناس شفتم وعتنوا بالشجرة نشترك ونتمنى لك دوام الصحة وأن تستمر في هذا العمل المفيد بيئيا وللإنسان شكرا لك يحيى رحيم أبو مريم صاحب مبادرة تبنى شجرة حدثتنا من بغداد شكرا لك